السلام عليكم وبركاته مساء الخير مساء الورد والياسمين نسيتكم بالخير يا احلى مشتركات الصحة والعافية هي الاساس في الحياة اخواتي الفيديو نتال اليوم يتضمن تحلية بزف بنينا وسهلة واقتصادية كي العادة دوزو على بركتي الله في المقادير وش لازم نفيها لازم نفيها تحلية تكون بالبرتقال تحلية بالبرتقال تحلية بالبرتقال واشتراسة بالشوكولة البرتقال ليس شرق نديرها برتقال نقدر ندير مندارين نقدر ندير الخوخ نقدر ندير ليفخاز مجمع فكيه تحصلت ندير جو هنا ثلاث كيلة جو عصير برتقال صفيته بصفايا لن يجب عليها الخفيف لا يجب عليها الحبيبات هنا استعملت فيها 3 كيسان لتعصير البرتوقال هنا يومي احبتو ديرو الكلاه اللي احبتوها ديروها لتساعدكم يعني الكلاه اللي تساعدكم ديروها هنا عملت 3 كيسان تعصير البرتوقال نص كاس تعميزينا كاس كبير تع فارير تع سكر ومو غرف انت زبدة انا هنا استعملت مارغارين ماتينا انا كترتها نستعمل يا ماتينا يا فلوغيا لهم اللي يجوني بنان ونخلط كامل الخالط بارد في بارد كي ما راكم تشوفو فيها في خواتتي في الفيديو بارد في بارد كي تخلط لي مليح 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 نحطه فوق النار هاكدا نشعل عليه النار ونقعد نخلط حتى يتبدأ عقاد لي الخالط الديالي كي ما راكم تشوفو كي ما راكم تشوفو انا اصنطت الفيديو اذا كملت عليها هاهاها عبي يحسن نون هاي لك القاوم ديالها كي تعقدنا كامل بهذا القاوم تولينا بهذا القاوم ديروا مغرف كبير مغرف كبير نخلطوها نطفو عليها النار ونخلطوها مليح مليح حتى ندخلوها كامل في الديكلاك خاملي عندنا كي ما راكم تشوفو اخواتي كل نهرو خيرو وكل نهرو باركتو والحمد لله على كل احوال يا رب هاي لك هنا بعد ما طفيت عليها الفرن ستلاديك المغرفة على الزبدة وطفيت عليها الفرن هنا واشنديلان جبول كيسان هاي يستحسن يكونوا الكيسان صغار كي ما دلوك تشوفو فيهم تعلاتي ولا يكونوا صغار خير باش يجي الشكل تحاش باب يعني اللي يحب حاجة كبيرة يدف الكاس كبير ما فيها بس هنا قبل ما نديرو هايكلاك خام في الكيسان ننشلو الكيسان توعنا بالماء هاكدا باش تجينا سهلة كي ننحوها كي نعودو تكيت نشفو نحوها تجينا سهلة باش تخرجونا من الكاس هاكدا بها الطريقة نفرغو في الكاس نخبطو شوية هاديك الكاس هاكدا باش تخرجونا من هالهوا مايجوش فراغات في الوسط هاكدا نعمر الكاس هاده التاني تاني نعمروا حتى الفوق ونخبطو مليح ونحطوهم يبردو تماما باش ندخلوهم في الجيدار وهنا التحليه التانية هي بالشوكولة هنا وش استعملت فيها استعملت فيها ريتلاحلب نص كاس كاكاو نص كاس نص كاس ميزينا ونص كاس فارينا ونص كاس كبير ونص كاس كبير نص كاس كبير ونص كاس كبير بارد في بارد ونخلطو مليح مليح كنا ندمجو كامل المكونات نضيفها فوق النار انا هنا استعملت سكر غلاس يعني السكر اللي نحبو نستعملوها هذا ولا الاخر العادي سكر غلاس ولا سكر عادي ما فيهاش الاختلاف والمقادير الخواتاتي تسبوهم كامل في صندوق الوصفة نحن خليه لكم في صندوق الوصف تسبوهم في صندوق الوصف بالتفصيل هاكدا باش ما تفهمش من الفيديو ولا دفوان اهضر في الفيديو ولا دفوان اهضر في الفيديو ولا دفوان اهضر بعد كي نعود نشوف الفيديو نسيب روحي كنت نهضر وش ما كنتش ندير والله يا اخوتاتي غير قلتلكم ربي يجيب ساعة الخير وخلاص واحد عقل وراوي يحضر ويغيب هاكدا بعد ما اخلط كامل مكونات بارد في بارد نخلطهم مليح مليح غير بالفوي برك كي يتحرحروا كامل يندمجوا مع بعداهم نحطوهم فوق النار هاي لك هناني حتيتها فوق النار ونقعد نخلطو فيها هنا هذه قاعة نخلط فيها محبش نحبس لها هكا قلت بش ما تحب بليش مليح غير تعقيد غير تعقيد غير تعقيد غير تعقيد نار مو فيها شيكولا ونطفو النار هكا بالمناسبة نشكر كامل للمشتركة التوعي جدد قلهم يطيكم الصحة والزائرات الجود الثانية نشكرهم قلهم يطيكم الصحة بارك الله فيكم وشكرا على التعليقات تعكم لطلع المورال والله يا أخوة تتيغي وليت نحب ندير لي فيديو نديرهم بالحب نديرهم ونحس روحي باليرانية هندير في حاجة مليحة سوقتو كي نقرأ تعليقات ديالكم يعني مم تعليقات دفوك كي نشي تعليقات لي تزعف بسحانا والله ما تزعفني كي نقرأهم نضحك بيسكو عليها شغل ينبهو كل حاجة اللي ما تبهتي لها شنتي وكل واحد وراي وكل واحد وعينو قلكم كامل يطيكم الصحة بالمليحة بالمشي مليحة كتر خيركم اخواتاتي هاكدا شوفوا بعد ما تعقدت لي انزت لادك شيكولا وطفيت عليها واجبت لها الكيسة الكيسة دايما نشلوهم باش كي نعودو نخرجو ديك لك خام منهم جي نتخرجونا بسهولة كي ما راكو تشوفو هنا اخواتاتي متوضح في الفيديو خبطهم باش نخرجونا هاداك النفس من تحتا هاكدا بها الطريقة ونحطوهم خلوهم حتي بردو تماما ودخلوهم الفريجيدر حسوهم بردو ونخرجوهم الفريجيدر باش نقطعوهم جيت حليا بزاف بنينا معوجة داخلنا رمضان نقدر اضطوها في الصهرة نقدر اضطوها الضياف نقدر اضطوها يعني وليمو وش ما حبيتو ديرو على بالي بالي بنت بلادي مبديعات اللي يبارك عليهم ليمو لزع السيليكون في الكيسان وش ما حبيتو ديرو كل واحدة يعني والفكرة ديالها في التزيين يعني هدا هو الشي نديرهم في الكيسان هدا هو الشكل تحهم الساهل الواجد اللي موجود في كل بيت ما كاشلي ما تقولش ما عنديش كاس هادي هي هنا مسحت لهم كامل فمهم من فوق الوش ديالهم كامل هكا باش يجوني من مستويا في استوايا حيالية استوايا في استقامة واحدة قدتكم بليعاوة الفيديو واحدة الخمس اختارات على جلد الخالة وطلعني نخلط فيها هاوليك هنا بعد ما خرجتهم في رجيدر بردو شوفوا هنا أخواتي نحيهم بالمو صغير بالعقل في الطرف هكذا ما خسرهم شلوش ديالهم كامل ننظر عليهم كامل نقطع كامل هكذا يا لتوق كامل تاع الكاس شوفوا كيف شول يدخل لهوا وحده يخرج هاوليك لا كنت انتبهوا معايا هاوليك هو يبن لهوا هاوليك لهوا هنا ويدخل خلو لهوا يدخل حتى الكاس لتحته كامل حتى يوصل لقع الكاس هاوليك يحبط وحده نرموها في نواة كوكو والفاكية يعني الموسمية بدو كاوقت تشينا نقدرون نستعملو تشينا نقدرون نكونجليوها وقبل ما نكونجليوها دايما نصفيوها كنكونو حنخدمو وصفات كما هكات حليات نصفيوها باش جيناليس وكونو ما تعبناش من بعد هايليك نقطعهم بهات الشكل يعني حاجة سهلة و تجي شبا تجي بخيزونتاب تجي بنينة تان هاوليك الشكل تحا نهائي نقدرون نستعملو الخوخ لي فخاز منذارين كامل نقدروا الفكية يعني اللي تستحصر وتنذار جوك يعني نقدرون ديروها بتحليا وتخرجها يعني نخليتهم هكذا خشان وانا حبيت نقطعهم الرقاق نقطعهم الرقاق هادوك الدوارة زيد ننضيلها نقطعها نضيلها زائد جيني متلاتات يعني الشكل وش ما حبينا نضيرو لهم نضيرو لهم هايليك هنا يا هادي تعدشينا تعدوق البرتوقال غي يدخل الكاز غين يدخلوا فيه الهواء تحبط تحليا تحبط فاسل هايليك نقطعها بات طريقة نرمضو كامل وش عندنا في نواة كوكو الكمية تكون عندنا كامل نضيروها في نواة كوكو ونحطوها هايليك هنا للا سيرين راهي تدوقنا فيها قاتلك سيرين قاتتلي عن دراسي احتكملتها باش احتكلتها باش بردت بصحتها قاتلكم مليحة بنينا هاوليك الشكل تحا نهائي هايليك شوفوا كيفاش جت وكاليدرتها في مولتع القلوبات على السيليكون هايليك تعدشينا هادي تاني جت الشكل تحا بزا في شباب هاوليك هنا مضلت لها شنوات كوكو هاوليك الشكل تحاجة بزا في شباب يعني نحبو نديكوري وها نديكوري وها ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفاتي اليوم اخواتاتي و نتمنى تجربوا الوصفات دياولي هذاك هو الشي اللي يفرحني كيتجربوا الوصفات دياولي وترجعوا لي في التعليقات خلولي شوية لكم انتاغدوك لي فرحو ان شاء الله يكون اجبكم فيديو وتعنها اليوم وما تنسونيش اخواتتي بالاشتراك والجام ونقولكم كتر خيركم على كل شي وشاركوا تديروا معايا على التعليقات على الزيارات على كل شي اخواتتي بارك الله فيكم ونقولكم فيديو الجاي ان شاء الله بقيكم بسلامة